شباب طبعا نخلص نحن الخطة اللي هي The Language of Braille عن communication وكيف صارت لغة بريل نشوف الأسئلة بالستودينت بوك 65 كل يفتح 65 اوكي سؤال أول What do the underlined words refer to طيب لو إرجعنا نحن للنص بدنا نشوف في عندي ضمائر كان تحتها خط اتوقع حكينا عنهم كلها تقريبا لكن خنشوف بالله الإجابات ما بعض خنشوف السؤال الأول الضمائر اللي عندي في عندي ضمير هي line 20 تحت خط طبعا نحن على الأوفيسر اللي هو الضابط زي ما حكينا اللي زار الأكاديمية تابع المكفوفين عندي هو line 25 سطر خمسة وعشرين a young man اللي هو لويس بريل a young man او كن نحكي اللي هو لويس بريل طيب عندي line 34 تعود على بريل طبعا بريل اللي هو مش الشخص نفسه اللي هو لغة بريل إذن اللي هي the officer هو على لويس بريل القت على بريل نفسه طيب خنرجع نشوف الأسئلة نشوف السوال الثاني نشوف السوال الثاني شو السوال الثاني how did mass media contribute يعني كيف contribute يعني اللي هي ساهمت أو شاركت كيف ساهمت أو شاركت الماس ميديا زي ما حكينا وسائل الإعلام to the invention of بريل باختراع لغة بريل خنشوف ال answers إجابة السوال الثاني هيا موجودة عندي هون زي ما شايفين mass media contributed to the invention of بريل بي عن طريق عن طريق إيش provoking provoking المقصود فيها تحفيز أو حف نظام النقاط البارزة بإختراع 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 لتمكين المكفوفين قراءة الجرائد والمجلات خنشوف خنشوف لتسي quarter number 3 number 3 لماذا تعتقد الجنود بشكل عام يعني ممكن نحك أن هذا السؤال critical استنتاجي كان مضطرين هم يتواصلوا without speaking حكرا يمكن بالشرح لأنه نعرف مرات بكم في عندي secret or confidential information معلومات السري ممكن أن يواصلوها من غير ما حدا يعرف طبعا هنا اللي هي students own answers يعني interferes to you you can write whatever you want according to the question بل زي ما حكينا ممكن نحط إجاب مقترحة to convey or to send secrets or confidential information okay let's see question number 4 what makes بريل an official system of communication شو اللي خلا من لغة بريل نحكي نظام رسمي نظام رسمي رسمي يعني منتشر نظام رسمي ومستخدم شكل كبير ومستخدم في التواصل نشوف إجابة number 4 هاي الجواب it is used all over the world لأن هاللغة عم تستخدم في كافة أنحاء العالم عم تستخدم في كافة أنحاء العالم فمعناته هي أصبحت اللغة رسمية هاي الجواب مكفوف text on a screen can be heard aloud ممكن يكون في عندي نص على الشاشة و ممكن يسمع بصوت عالي مرتفع يعني بوصل للمكفوف سماعيا and talking books في النكتب تتحدث that also have the words in braille are also available هاي جواب عندي رقم خمسة كامرة text on the screen can be heard aloud and talking books that also have the words in braille are also available طيب هل تعتبر لغة بريل هي لغة عملية practical مرت معنا قبل هاي المرة هاي الكلمة في اليونتس السابقة هل تعتبر وسيلة فاعلة أو عملية للتواصل justify يعني برر يعني برر إذا يس طبعا why with a no برر تحكي لي why هل تعتبر لغة زي ما حكينا عملية اوكي خانشوف فيعنا suggested answers here هم نشوف لسه خانشوف خانشوف اظهار خانشوف وغولة باستخدام الأصابع ولكنها هي وسيلة يعني تعتبر عملية بالنسبة لهم إذن زي ما حكينا نرجع للأسئلة هل يكون هناك طريقة أخرى للمكفوفين أنهم يقرأوا فيها في المستقبل؟ وضح إجابتك طبعا بردو هاي زي ما حكينا خنشوف إجابة مقترحة أعتقد أن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع سيكون هناك طرق فعالة أكثر للمكفوفين للتواصل أكيد طبعا لماذا؟ لأن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع تكنولوجيا تتطور بشكل سريع نرجع للأسئلة تشوف الأخير 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 نوبر 8 هل تعتقد أن الناس يجب أن يذهب إلى المدارس التي يذهب لها الناس العادية؟ هل بعتقادك أن المكفوفين يجب السمح لهم أن يذهبوا إلى نفس المدارس التي يذهب لها الناس العاديين؟ طبعا إذا yes why إذا no أيضا كتحكي لي why طبعا أيضا سواء critical في هذه الأسئلة التاجية هنا طبعا زي ما حكينا في إجابات مقترحة تشوف نوبر 8 الإجابة المقترحة إذا هون إحنا موافقين أنه yes طيب ليه؟ ركزون إذا بيقدروا فيط آلية معينة توصلهم وبيستطيعوا أنهم كوبة التأقلم مع القليل من المساعدة يجب أن يطلبون الحق يجب أن يطلبون الحق إنهم طبعا يذهبوا لهذه المدارت إنهم يطلبون لها التأكدير إنهم يشعروا أنهم مثل عقل العظيم مثل الناس العاديين حساس أنه لا يصير في عندي تفرقة يعني تعطيه أجمزناك ولكن هذا كله يحتاج إلى وسائل متقدم حيث أنه The blind people let's say can cope with this new environment هيك حلينا كل الأسئلة ويعطيك العافة